بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المُؤلِّف الشيخ أبو النجا موسى الحجَّاوي رحمه الله تعالى والمُرتدُّ لا يرِثُ أحدًا إذا ارتدَّ إنسانٌ عن الدين ثم مات لا يرِثُه أحدًا لأنه كفر والعياذُ بالله وإن مات على رِدَّته يعني حال قوله مُرتد فمالُه فيءٌ ويرِثُ الـ... نعم فمالُه فيء يعني بيت مال المسلمين ويرِثُ المجووس بقرابتين إن أسلموا المجووس كفار إذا أسلموا وتحاكموا إلينا فيرِثُ المجووس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم قال الشيخ صالح البليه رحمه الله لعموم آيات المواريث وأحاديثها فإذا اتصف شخصٌ بصفتين ورِثَ بهما كزوجٍ هو ابن عم زوج وابن عم صفتين ولأنه قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فإذا خلَّف أمًا هي أختُه من أبيه مجووس فإذا خلَّف أمًا هي أختُه من أبيه لكون أبيه تزوَّج بنته لأنهم كفار فولدت له هذا الميت وخلَّف معها عمًا ورِثَت الثُلُث بكونها أمًا والنص بكونها أختًا والباقي واحد من ستة للعم وبهذا القول قال أبو حنيفة رحمه الله وقال مالك والشافعي رحمهم الله يرث المجووس بأقوى السببين ويسقط أضعفهما وكذا حُكم المسلم يطأ ذات رحم محرَّم يطأ ذات رحم محرَّم منه بشُبهة قال فإذا وطِئ مسلم بعض محارمه بشُبهة يعني بأن جاء بيته ووجد المرأة نائمة وبالبيت مظلم فظنَّ أنها زوجة ووطِئَها أو اشترى أمَ وهو لا يعرفها فوطِئَها فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوَرِثَ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ وَلَا إِرْثَ بِنِكَاحِ ذَاتِ رَحِمٍ مَحرَّم لَا تَوَارُثِ بِنِكَاحِ ذَاتِ رَحِمٍ مَحرَّم وَلَا بِعَقْدٍ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ إِنْ أَسْلَمُ لو أَسْلَم يعني مُخَالِفُ الْإِسْلَام لا يصحُّ لا تَوَارِثَ بِعَقْدٍ لا يُقَرُّ عليه لو أَسْلَم قال توضيحُ ذلك ما قالهُ في الإقناع وشرحه وهو وَلَا يَرِثُونَ أي المجوس ونحوهم بِنِكَاحِ المحارِم لِبُطْلَانِه لأن النكاح المحارِم باطل محرم ولا يرِثُونَ أيضًا بِنِكَاحٍ لا يُقَرُّونَ عليه لو أَسْلَمُوا كَمَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَه وهذا محرم لا يجوزُ أن ينكِحَ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا حتى تَنكِحَ غَيْرَه فلو تزوَّجَ المجوسٍ بِنتَه لأنهُ كُفَّار فأولدَها بنتًا ثم مات عنهما فلهما الثلُثان لأنهما ابنتاه ولا ترِثُ الكُبْرَى بالزوجية لأنهما لا يُقَرَّانِ عليها لأنه لا يجوزُ أن يتزوَّجَ بِنتَه فإن ماتت الكُبْرَى بعد أبيها فقد تركت بنتًا هي أختٌ لأب فلها النص بالبنوة والباقي بالأخوة فإن ماتت الصورة أولًا فقد تركت أمًا هي أختٌ لأب فلها النص ثلاثة بالأختية ولها الثلث اثنان بالأمومة لهذا إذا تحاكم إلينا المجوس فهكذا بابُ ميراث المُطلَّق من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمُت به لم يتوارث إذا إذا طلَّق رجلٌ زوجته طلاقًا بائنًا يعني كالطلق الثالثة أو خُلع أبان زوجته في صحته في حال صحته أو في حال مرضه غير المخوف يعني مرض ليس بخطير ومات به أو المخوف مرض خطير لم يمُت به لم يتوارث إذا طلَّق طلاقًا بائنًا كالطلق الثالثة أو الخُلع في حال صحته أو مرضه غير الخطير ومات به أو المخوف ولم يمُت به لم يتوارث لأنه طلَّق طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه كالطلق الثالثة أو الخُلع بل في طلاقٍ رجعيًا أما إذا طلَّق طلاقًا رجعيًا يعني الطلق الأولى أو الطلق الثانية التي بعدها رجوع بل في طلاقٍ رجعيًّا لم تنقضي عدَّته طلَّقها طلاقًا رجعيًا وقبل أن تتم العدَّة مات الزود أو أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها يعني ظهر أنه طلَّقها لكي لا ترث أو علَّق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعلٍ له ففعله في مرضه ونحوه لم يرِثها قال وترثُه في العدَّة ترثُه إذا مات وهي في العدَّة وبعدها أي وبعد تمام العدَّة ما لم تتزوَّج زوجًا آخر أو ترتد والعياذ بالله قال فقد أخرج مالك رحمه الله في موطَّئه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلَّق امرأته ألبَّتة يعني طلق الثالثة وهو مريض فورَّثها عُثمان بن عفان رضي الله عنه منه بعد إنقضاء عدَّتها لأنه طلَّقها وهو مريض وفي المطَّئ أيضا أن عُثمان رضي الله عنه ورَّث نساء بن مكمل منه وكان طلَّقهن وهو مريض وبهذا القول قال الشيخ تقي الدين من تيمية رحمه الله وحكاه عن الجمهور وذهب الشافعي وبعض علماء رحمهم الله إلى أنها لا ترث قوله في العدَّة وبعدها يعني ترث ولو مات وهي في العدَّة أو بعد تمام العدَّة لقضاء عُثمان رضي الله عنه وتقدَّم قريبا وهذا المذهب المنصوص عن أحمد رحمه الله وهو قول الإمام مالك رحمه الله وعن أحمد قول آخر لا ترثوا بعد العدَّة لأن آهار النكاح زالت بالكلِّية فلم ترثوا وبه قال عروا والإمام أبو حنيفة وكثير من علماء السلف والخلف رحمهم الله باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارثٍ للميت وصدق أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمُقِر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه إذا أقرَّ الورثة أن هذا أخونا إذا أقرَّ جميعُ الورثة بأن فلان أخٌ لنا ولو أنه واحد بوارثٍ أقرُّ بأنه وارث كأخ من الإخوان بوارثٍ للميت وصدق المُقِر أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمُقِر به مجهولُ النسب لأنه كان لا يُعرف نسبه ثبت نسبه وإرثه قال هذا المذهب لثبوت النسب بإقرار واحد وبه قال الشافعي رحمه الله والمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله لا يثبت النسب إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين وعند مالك رحمه الله لا يثبت إلا بإقرار رجلين والأصل في ثبوت النسب والأصل في ثبوت النسب حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي بقاص رضي الله عنه وعبد بن زمه رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله يا رسول الله إن أخي عُتبا من أبي وقاص أهد إلي أنه ابنه أن هذا الطفل ابنه انظر إلى شبهه وقال وقال عبد بن زمه هذا أخي هذا الطفل أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي يعني من أمة أبي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعُتبة فقال هو لك يا عبد بن زمه الولد للفراش وللعاهر الحجر لأنه من أمة أبيه فالولد للفراش وللعاهر الزاني الحجر أي الخيبة أو الرجم إن كان محصناً فائدة يُشترط لثبوت النسب خمسة شروط الأول إقرار الجميع أن يقر جميع الورثة بأن هذا وارث الثاني تصديق المقر به إن كان مكلفاً الثالث إمكان كونه من الميت الرابع عدم المنازع في نسبه لا يوجد من يناسب من ينازع الخامس أن يكون مجهول النسب أن يكون لا يعرف له نسب وإن أقر أحد وإن أقر أحد بنيه بأخ مهله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسة باب ميراث القاتل والمبعض والولاء فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق لم يرث إن لزمه قود أي قصاص أو دية أو كفارة القاتل إذا لزمه قصاص أو لزمه دية أو لزمه كفارة لا يرث القاتل لا يرث من الأدلة على أن القاتل لا يرث حديث عمر رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث رواه مالك رحمه الله في مطأه وأحمد رحمه الله في مسنده وأخرج أبو داود رحمه الله عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا وقال الشوكان رحمه الله وأخرجه النساء وأعله الدار قطني وقواه بن عبد البر رحمهم الله وينبني على هذا قاعدة وهي من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل وقته عوقب بحرمانه الوارث إذا قتل مورثه مستعجل الميراث يحرم من الميراث القاتل لا يرث ومنه لو قتل المدبر سيده بطل التدبير المدبر العبد المملوك إذا قال السيد لعبده المملوك إذا مدت فأنت حر فقتل العبد سيده لأجل يستعجل الحرية فعند ذلك لا يرث من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه بطل التدبير صار عبدا مملوكا وبطل التدبير لأنه قتل سيده ومنه إذا قتل الموصى له الموصي بطلة الوصية ومن هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة الخمر هم الخبائث عياذا بالله والمخدرات أشد وأقبح والعياذ بالله لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وأكل ثمنها الخمر أم الخبائث نعوذ بالله من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة والمكلف وغيره سواء المكلف البالغ والعاقل أو غير ذلك لعموم الأحاديث ولأنه قد يظهر قد يظهر الجنون ليقتل مورثا فلا يقوى قوله وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي أو صيالة أي اعتداء أو حرابة أو شهادة أو شهادة وارثه أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه يعكس ذلك ورثه ولا يرث الرقيق ولا يورث الرقيق أي المملوك لا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر وكذلك إذا كان العبد أحد أسياده أعتقه وصار جزء منه حر وباقي الأجزاء عبد ويرث من بعضه من بعضه حر ويورث يعني بقدر ما أتق ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتقى عبدا عليه قال دليلنا ما أخرجه النساء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من استمع الأغاني وأصغى إليها حرم استماع غناء الحور العين يوم القيامة الأغاني محرمة فلا يجوز للمسلم أن يستمع الأغاني ومن استمع الأغاني في الدنيا وأصغى إليها حرم استماع غناء الحور العين في الجنة قال المعلق ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير وزيادته من حديث أبي موسى رضي الله عنه وعزاه للحكيم الترمذي رحمه الله فمن استعدل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه تنبيه ضابط القتل المانع من الإرث عندنا إذا لزم القاتل قود أي قصاص أو دية أو كفارة فهذا القتل هذا القاتل لا يرث وما لا فلا وما وما كان القتل غير هذه الأمور فلا وعند أبي حنيفة رحمه الله كل قتل لا يأثن فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي المجنون والساقط على إنسان من غير اختيار منه ونحو ذلك وعند الشافعي رحمه الله القتل يمنع الإرث بكل حال وعند مالك رحمه الله يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية فتحرر من ذلك اتفاقهم أن القاتل عمدا لا يرث والحكمة فيه تهمة الاستعجال في الجملة يعني قتله ليستعجل الميراث فلا يرث القاتل قوله والمكلف وغيره سواء سواء كان بالغا عاقلا أو طفلا لعموم الأحاديث ولأنه قد يظهر الجنون ليقتل أبو الرثة قوله قوله أو كفرا يعني قتله بسوء الكفر لم تذكر هذه اللفظة في المقنع ولا في الإقناع والمنتهى وأقرب ما تحمل عليه أن هذا في الولاء كما كما لو قتل سيد عبده لكفره سيد عنده عبد كافر قتله قوله أو حراب قال في الإقناع بأن قتل مورِّثه الحربي قوله وعكسه هذا المذهب وعنه لا يرث الباغ العادل لأنه آثم ظالم فناسب أن لا يرث قال في الإنصاف جزم به في التبصرة والترغيب والمذهب والقاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيه فيهما والمصنف في المغني قلت وبهذا القول قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله إلا أن أبا حنيفة قال إن قال قتلته وأنا على حق في رأي حين قتلته وأنا الآن على حق ورث منه وإن قال كنت على الباطل لم يرث منه قوله ولا يرث الرقيق أي العبد ولا يرث دليل ذلك أنه قول علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم وبهذا القول قال الثلاثة وجماهير العلماء رحمهم الله ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية أن عبد مشترك أعتقه بعض أسياده أعتق نصيبه فصار العبد بعضه حر وبعضه مملوك فيرث بقدر ما فيه من الحرية ويورث ويحجب كل ذلك بقدر ما فيه من الحرية دليلنا ما أخرجه النساء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام علي حد بقدر ما أتق ما أتق منه ويورث بقدر ما أتق منه المكاتب العبد الذي اتفق مع سيده أن يدفع له قدر من المال ويشتوى ويحرر رقبته فإذا كان هذا المكاتب يعتق بقدر ما أدى من المكاتب من الكتاب الربع أو الثلث ويقام علي الحد بقدر ما أتق منه ويورث بقدر ما أتق منه وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه رحمهم الله ولفظهما إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحسب ما أتق منه وفي رواية لأبي داود رحمه الله يرث على قدر ما أتق منه وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية محمد بن الحكم إذا كان العبد نصفه حرًا ونصفه عبدًا ورث بقدر الحرية كذلك كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وكثيرٌ من العلماء رحمهم الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو كالحر في جميع أحكامه وبه قال كثيرٌ من علماء السلف والخلف رحمهم الله وإن اختلف الدينهما ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن ومن أعتقى عبدا فله عليه الولاء وبهذا القول قال لئمة الثلاثة رحمهم الله ذليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنبيه على الصحيح من المذهب لا فرق فيما إذا كان الأعتق منذورا أو في زكاة أو عن كفارة أو عُتق عليه برحم أو بسبب تمثيل به أو عُتق عليه بكتابة أو بتدبير أو بإيلاد أو بسبب وصية بأعتقه أو حلف بأعتقه فحنث أو علق أعتقه بصفة فوجدت فلسيد القن الولاء في كل ما تقدم الولاء للمعتق فائدة يقدم المولاء في الميراث على الرد يقدم المولاء في الميراث في الميراث على الرد وعلى ذوي الأرحام وهو قول الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله قوله وإن اختلف الدينهما لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن آتك ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله وعن أحمد رحمه الله لا إرثى بالولاء مع اختلاف الدين إذا كان العبد كافر والمعتق مسلم إذا اختلف الدين فلا ولا لا إرثى بالولاء مع اختلاف الدين وما لا إليه الشارح وهو قول أبي حنيف والشافع رحمهم الله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قوله ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن لقوله عليه السلام لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في شأن في شأن بريرة رضي الله عنها بريرة أما اشترتها عائشة واعتقتها رضي الله عنهم فإنما الولاء لمن أعتق وهذا لا خلاف فيه وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن رواه رزين كتاب العتق وهو من أفضل القرب التي تقرب إلى الله جل وعلا ويستحب عتق من له كسب أي المملوك الذي له كسب وعكسه بعكسه ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير أن يقول لمملوكه إذا أنا مت أنت حر سمى مدبر للعتق صريح وكناية فصريحه لفظ العتق والحرية ومن ألفاظ الكناية خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شيت وأطلقتك ولا سبيل ولا ملك ولا رق ولا سلطان لي عليك هذه كنايات ولابد في الكناية من النية لابد أن نلوي بذلك الأتق وأركان العتق ثلاثة معتق وهو السيد الذي أعتق وعتيق وهو المملوك الذي أعتق وصيغة أي العبارة التي قالها وهو لغة الخلوص الأتق لغة الخلوص وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرقب قوله وهو من أفضل القرب أي من أفضل ما يقرب إلى الله جل وعلا الدليل على ذلك قبل الإجماع الكتاب والسنة فمن ذلك قوله تعالى فتحرير رقبة مومنة وقوله جل وعلا وما أدراك ما العقبة فك رقبة يعني أنه عمل صالح عظيم وأخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه المسلم المحد إذا أعتق عبدا مسلما الله تبارك وتعالى يعتق بكل عضوا منه عضوا من النار وأخرج أيضا أحمد والترمذي والنساء رحمهم الله ومن محاصن الدين الإسلامي جواز الرق ومشروعية العتق لما في ذلك من العزة للإسلام والمسلمين لأن الرق هو أن يجاهد المسلمون الكفار ويأسرون الكفار فالأسير الكافر إذا قبض عليه هو العبد فإذا أسلم ثم أعتقه سيده وله أجر عند الله عز وجل ورواه ورواه النساء رحمه الله ولفظه وكان عليه الدين فباعه عليه السلام بثمانمائة درهم فأعطاه فقال اخذ دينك وأنفق على عيالك فتقريره صلى الله عليه وسلم على التدبير وعدم إنكاره يدل على جوازه واسم الغلام يعقوب ومدبره أبو مذكورة الرجل قال لعبده إذا أنا مت فأنت حر ثم هو صار فقير ما عنده شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم باع ذلك العبد لأنه حي ومحتاج فباع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد وقال لهذا الموتق المدبر قال له اقضي دينك وأنفق على عيالك تنبيه هل يعتق المدبر إذا صح التدبير من رأس المال أي من رأس المال الميت أو من الثلث المذهب الثاني أنه يعتق من الثلث وهل هناك فرق فيما إذا كان التدبير في الصحة أو المرض المذهب لا فرق فإذا بطل التدبير بأحد ثلاثة أشياء يبطل التدبير بأحد ثلاثة أشياء بوقفه إذا قال العبد هذا وقف ومقتضى الاستيلات الأجل من رأس المال وإن لم يملك غيرها ولا يمنع الدين إدقها وحيث وحيث الاستيلات أقوى وجب أن يبطل به الأضعف باب الكتاب وهو بيع عبده نفسه الكتاب بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته أي العبد يقول لسيده كم تريد من المال أدفعه لك وأحر الرقبتي يعني بالتقصيد شيئا فشيئا بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته حكم الكتابة سنة منذوب إليها وهو قول لئمة الثلاثة رحمهم الله وأكثر العلماء رحمهم الله لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي لهم كسب ويقدرون أن يدفعون المال وعن أحمد رحمه الله واجب أي إذا طلب العبد الكتابة واجب فإذا دع العبد الصيد الصدوق المكتسب سيدة إليها فيجب عليه القبول وبه قال كثير من علماء السلف والخلف رحمهم الله فإذا يشترط لصحة الكتابة شروط سبا الأول أن يكون بمال أن يقول العبد كم تريد من المال فلا تصح على خمر ونحوه لأنه محرم الثاني أن يكون مباحا أن يكون المال مباحا فلا تصح على آنية ذهب ونحوه لأن المسلم لا يجود أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب الثالث أن يكون معلوما المبلغ معلوم الرابع أن يكون ممن يصح السلم فيه فلا تصح بجوهر ونحوه الخامس أن يكون منجما يعني مقصط على أقصاط بنجمين فصاعدا وبه قال الشافعي رحمه الله وعند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تصح حالا السادس أن يكون الأجل له وقع في القدرة على الكسب فلا يصح توقيت النجمين بساعتين كما مشى عليه بالإقناع وصوبه بالإنصاف وفي المنتهى يصح توقيت النجمين بساعتين السابع أن يكون من جائز التصرف أي لا يكون مفلس ولا يكون ممنوع من التصرف وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه إذا كان العبد أمين ويقف عنده عمل يكتسب فيه وتكره مع عدمه يعني مع عدم قدرته على المال ويجوز بيع المكاتب ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق وولاؤه له وإن عجز عاد قنا أي عبدا فإذا الكتابة إذا توفرت شروطها عقد لازم من الطرفين ولا خيار فيها ولكن يجوز فسخها باتفاقهما وعنه لا يجوز لما فيه من حق الله تعالى وعلى المقدم في المذهب تكره كتابة من لا كسب له إذا كان العبد ليس له عمل يكتسب وعند الثلاثة رحمهم الله لا تكره قوله وإن عجز عن دفع الكتابة عاد قنا أي عاد مملوكا دليل ذلك ما أخرجه الخمسة رحمهم الله أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كوتب بمئة وقية وأدّاها إلا عشروقيات وهو رقيق ما زال باقي عليه من الكتابة وهو رقيق وحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم رحمهم الله وفي لفظ لأبي داود المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ما زال ما سدد المبرى كامل وهو عبد باب أحكام أمهات الأولاد وهي الأمة التي وطئها سيدها وولدت منه تسمى أم ولد إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا حيا أولد أو ميت قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله قوله قد تبين فيه خلق إنسان أن الجنين سقط ولكن قد خلق فيه خلق الإنسان لما رواه البيهقي والدار قطني رحمهم الله من حديث بن عباس رضي الله عنه أم الولد حرة وإن كان سقطا أي سقطا قبل تمام المد أن حملت من سيده ولكن قال في التلخيص الحافظ بن حجر رحمه الله وإسناده ضعيف والصحيح أنه من قول بن عمر رضي الله عنهما قوله تعتق بموته إذا مات السيد تعتق أم الولد من الأحاديث الواردة في ذلك منها ما أخرجه ابن ماجه والدار قطني رحمهم الله من حديث بن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت أم إبراهيم ما رضي الله عنها أم إبراهيم ابن النبي عليه السلام ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها لما ولدت أعتقها ولدها إبراهيم عليه السلام وقال ابن حزم رحمه الله روي بإسناد رواته ثقات وقال في التلخيص حافظ بن حجر رحمه الله وفي إسناده حسين ابن عبد الله وهو ضعيف وقال البي هقي رحمه الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله وهذا لا خلاف فيه بين علماء لأن أم الولد تعتق من موت سيدها وإنما الخلاء الخلاف في جواز البيع وعدمه وأحكام أم الولد أحكام الأم يعني هي لا زالت ملك لسيدها من وطء وخدمة وإجازة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها فهي مملوكة يجوز لسيدها أن يطاها ويخدمها فإذا مات السيد تكون حرة لما روي عنه عليه السلام أنه قال يستمتع بها السيد ما دام حيا قوله وإجارة أن يؤجرها للخدمة وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله وقال مالك رحمه الله لا يجوز للسيد إجارة أم ولدي قوله وبيع وبهذا قال الجماهير من العلماء ومنهم لإم الثلاثة رحمهم الله ومن الأدل على ذلك أن البيع لا يجوز أن يبيع ومن أدل إلى ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع قال من وطي أمته وولدت له فهي معتقى عن دبر منه أن إذا مات تكون معتقى رواه أحمد وابن ماجة رحمهم الله ولكن مداره على حسين بن عبد الله ابن عبيد الله ابن العباس وهو ضعيف قاله ابن القيم رحمه الله فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه سلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حر رواه الدار قطني رحمه الله ولكن قاله المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمهم الله ورواه مالك رحمه الله في الموطأ والدار قطني رحمه الله من طريق آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه من قوله عن موقوف وهو أصح وقال في المغني وهذا فيما أظن عن عمر رضي الله عنه ولا يصح عن النبي صلى الله عليه سلم انتهى قلت والأحاديث في هذا الباب لا تخلو من مقال ولكن حكى صاحب المغني رحمه الله إجماع الصحابة رحمهم الله على عدم الجواز يعني لا تباع أم الولد وقال وقال فإن قيل فكيف تصح دعو الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم قلت قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة انتهى وأما حديث جابر رضي الله عنه كنا نبي عسرارين أمهات الأولاد والنبي حي صلى الله عليه سلم فجوابه ليس فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه سلم علم ذلك وقرر قال ذلك البيهقي وابن قدام رحمهم الله وغيرهما وقال الشوكان رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة وقد أفردها ابن كثير رحمه الله بمصنف مستقل وحكى عن الشافظ رحمه الله فيها أربعة أقوال وذكر أن جملة ما فيها من الأقوال ثمانية ولا شك أن الحكم بإتق أم الولد مستلزم لعدم جواز بيعها فلو صحت الأحاديث القاضية بأنها تصير حرة بالولاد لكانت دليلا على عدم جواز البيع ولكن فيها ما سلف يعني من الضعف والأحوط اجتناب البيع لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة والمؤمنون وقافون عندما عندها يعني عند الشبهات كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم المؤمن يجدن بالشبهات خاتمة الدين الدين الصحيح يحل جميع المشاكل الدين الصحيح خير وهدى ويمن وسعادة فيجب على زعماء الأمة الإسلامية الدين الصحيح خير وهدى ويمن وسعادة الدين الصحيح عز به وانتصر وانتصر صدر هذه الأمة عز به وانتصر صدر هذه الأمة أي أول هذه الأمة حيث كانوا مطبقين لأحكامه فيجب على عز عماء الأمة الإسلامية بل وعلى كل فرد منهم أن يعملوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويطبقوا ما فيهما من أحكام وفي ذلك عزهم ومجدهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة وبالله التوفيق اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كتاب النكاح وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات الزواج إذا كان هناك شهوة أفضل من نوافل العبادات قال قال الشيخ صالح البليه رحمه الله ينقسم النكاح إلى خمسة أقسام يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا إذا كان له شهوة ولكن لا يخاف الزنا فيسن له الزواج ويباح لمن لا شهوة له يباح الزواج لمن لا شهوة له كالمريض والعنين الذي لا يقوم ذكره والكبير كبير السن يباح إذا رضي المرأة بذلك ويجب على من يخاف الزنا الذي يخاف الزنا يجب عليه الزواج ويحرم بدار حرب يعني بدار الكفار إلا لضرورة فيباح لغير أسير وحيث جاز للضرورة ولا يتزوج منهم أي من الكفار ويجب بالنذر إذا نذر يجب قوله وهو سن وفاقا للثلاثة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أذواجا وذرية عليهم الصلاة والسلام وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا مأشر الشباب من استطاع منكم الباء يعني النفق والصداق وغير ذلك من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر أي يعين على غض البصر عن الحرام وأحصن للفرج أي أحفظ للفرج من الوقوع في الزناء ومن لم يستطع فعليه بالصوم من لم يستطع السيام فعليه بالصوم فإنه له وجاء الصيام يضعف الشهوة كالوجاء والوجاء هو رد عروق الخصية فبذلك تضعف الشهوة فالصيام يضعف الشهوة متفق عليه ورواه الخمسة أيضا وكذلك يجب أن يكف عن النظر في المجلات الخليعة وفي الأفلام وفي الشاشات وفي الذي فيه فتنة يحذر هذه الأشياء وأما يصوم وهو ينظر إلى هذه الأشياء هذا خطر وفي حديث أنس رضي الله عنه لكني أصوم وأفضر وأسلي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني لا ينبغي له أن يترك الزواج وهو قادر والنكاح لغة الوطو والجمع بين الشيئين وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويد في الجملة قوله وفعله مع الشهوة دليله ما تقدم من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به وحثه ما عليه وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء أي بالزواج وينهى عن التبتل أي ترك الزواج نهيا شديدا ويقول تزوَّجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة قال المعلق حسن صحيح وخرجه أحمد في مسنده رحمه الله وابن حبان رحمه الله والبيهقي وسعيد بن منصور رحمهم الله من طريق خلف ابن خليفة حدثني حفص ابن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه قال الهيثمي في المجمع رحمه الله رواه أحمد والطبراني في الأوسط رحمهم الله وإسناده حسن وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب خلف ابن خليفة ابن ساعد الأشجعي مولاهم صدوق اختلط في آخر وللحديث شواهد انظر تخريجها في كتاب تحفة المودود تحفة المولود تحفة المودود بتخريجنا فالمقصود من الزواج أن يعف نفسه ويعف زوجته وأن تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة لأن كلما كثرت الأمة يزداد أجره صلى الله عليه وسلم ويجب تربية الأولاد تربية إسلامية اللهم وفقنا وعنا لذلك يا رب العالمين تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه أحمد وابن حبان وصححة وقال بن عباس رضي الله عنهما خير هذه الأمة أكثرها نساء ويسن نكاح واحدة دينة أي مستمسكة بدينها أجنبية يعني غير قريبة بكر ولود بلا أم لأن بعض الأمهات يفسدنا على البنات وله نظر ما يظهر يعني عند الخطبة وله نظر ما يظهر يعني عند الخطبة أن ينظر إلى الزوجة عند الخطبة ليكون أكمل في المحبة والمود قوله قوله واحدة لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم قوله دينة أن تكونوا متمسكة بالدين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك احرص على الدين التي تعرف ما لها وما عليها رواه الجماعة إلا الترمذي رحمهم الله قوله بكر لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك رواه الجماعة تزوج البكر أكمل في المحبة والمودة قال ولود لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم تزوج الولود الودود ولما أخرجه أبو داود رحمه الله عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلذ أفأتزوجها قال لا أفأتزوجها أفأتزوجها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر